اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي بدأت الكنيسة ربنا يحفظك لو انت فاهم انك جوة حضورة لا تكتشف انك مش محتاج ده كله لو انت ادركت كمية الملايكة اللي بتخدمك لانك انت اللي بترسل خلاص دلوقتي العتدين اني يا رسول خلاص ده بيتكلم عن اني ارواح مرسلة فابراين واحد انه بيتكلم عن ارواح مرسلة الملايكة هي ارواح مرسلة لخدمة العتدين اني يا رسول خلاص وادركت ده وتكتشف انك انت جوة هذا الحضور وهذه الحماية ولا انا ستوضعكم يا اخوتي لله والكلمة نعمته مش اي تعليمه بس تعليم عن الحق الكتاب اللي خاص بيسوع نعمة يسوع العهد الجديد يعني القادرة ان تبنيكم عشانك لو انت بتقرأ مزامير كل يوم مش هتبنيك انت محتاج تقرأ العهد الجديد فتفهم المزامير لان المزامير في الوحية لكنها كتبت مع ناس لسه مش موردين من التاني فبالتاني هتلاقيه بيتكلم عن الانكسار ولماذا انت من حالفية نفس يده يباني قبل الانحناء لا ده ما كانش مورد من التاني فبالتاني متعدش تقرأ الحق الكتابي بدون فهم ولا دراية لانك لو انت قعد تقول كلها كلمة ربنا كلها كلمة ربنا يبانا هتقرأ كلام ابليس وسط كلمة الله برضو هتقول كلها كلمة ربنا ما ابليس تكلم في كلمة الله برضو والرب كشف لنا ابليس قال ايه في مواقف معينة يبانا تخد كلمات ابليس وقولها برضو لو انت بتاخد الكتاب بسطحية كده لكن افهم كلام ده كتب مين اللي قاله وقال لبقى يبقى اذن زي داود لأن الكتاب أذكرني داود زنة وبالتالي بطلع كل حاجة من الكتاب وعملها لا تكون سطحي فلاش أتقول الآية دي تنطبق عليها كتاب يقولها لا افهم دي ناس بشأن ده من الثاني احنا مرودين من الثاني ماذا كبير بوليس بدأ يقول ليه من عرف فكر ربي اقتبس من عهد القديم أما نحن فلنا فكر المسيح أنا عارف أن الكلام ده ممكن يكون صادم بعض الشيء لأن فيه ناس عدد تقرأ مزمور كل يوم الصبح اعتقادا من هي دي الطريقة اللي فيها أنا بتبارك وأبارك يوم الأهم أستودعكم يا أخواتي اللي له الكلمة تنماتي القادر أن أول حاجة أول حاجة أن تبنيكم كل ما تلعزة تبني شخصيته جواك أنا مش بحاول أطلع أسنان عند الطفل أنا بديله غزة مش أسنان أنا مش بكسله أسنان والدهال عشان طلع أسنان أنا بديله كالسيوم بديله عناصر مهمة عشان الأسنان اللي قريدي جاهزة تطلع تطلع أنا مش بحاول أطلع له أسنان أنت جواك الطبيعة لإلهية أنت محتاج بس تأكل أكل روحي نقي سليم مش أي تعليمه بس كلمة نعمته حدد ما قالش كلمة طلع عموما بس نعمته أي ما يختص بالعهد الجديد بس لأن النعمة أعطيت على قدن يسوع ولي كلمة نعمته القادر أن تبنيكم وتعطيكم عايز تدوق أول حاجة اللي لازم تتبني شخصيته جواك هتقولي الموضوع الطويل يبا أنت اللي بديته متأخر مش مشكلته هو بتقعدش تقول ده يبقى أكيد رب أنا لو ابني في ورطة أنا هساعده طبعا وهو بيساعدك بس طريقته في المساعدة اللي حتك تفهمها بتقعدش يقوله هو ربنا برضو مش واقف بالوحدة مين قالك واقف بالوحدة؟ إبليس الواقف بالوحدة هو اللي بيدخل ويزحم ويحاول متربس يقول ملتمسا وليس الرب هو المقصر زبط الكلمات في ذهنك صح؟ تبنيكم وتعطيكم رأسا مع جميع المقدسين افتحوا معي مظهور 32 سريعا وعدد تمني أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك كلنا حفظين الآية دي الناس تتمنيها صح؟ أوكي لا تكن عدد البعض لا تكن لا تكونوا كفرس أو بغرب لا فهم بالإجام وزمام زينته يكم لألا يدنوا إليك أوكي أنا عايز تمانية وتسعة معروضين على الشاشة عشان نتكلم في الاتنين أوكي أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها أنصحك عيني عليك سريعا دي جاية في العبري كالآتي أنا هعرفك أفهمك الدنيا ماشية إزاي أم أنت تتحرك مش معناها إن أنا هقولك اعمل كذا لأ فعدد تسعة بيقول ما تكونش عامل زي الفرس أو البغل اللي هو من غير فهم رب يحارب الجهل الجهل بالكلمة لا تكن عامل زي عارفين ياما بنسمع يقول لك أنا لقيت حاجة جواية بتقولي بتعملش كذا لقيت حاجة بتوقفني في حاجة بتدفعني إن أعمل كذا فالمؤمنين حاسين وماشيين زي الفرامل عارفين فرامل زي كل شوية المؤمن مش ماشي بسلاسة يقول لك لقيت حاجة فراملتني من جو زي ماشي عربية بسرعة تكي لا ينفسك فراملت فجأة فالكتاب يقول لك لا تكن مثل هذه العربية لا تكن كفرس أو بغل بلا فهم مضطرين استعمل معاه حاجات توجعوا علشان نقول له وقف ما تكونش بالصورة دي الرب عايزك تكون في عدد ثمانية الكلمات اللي جاية هنا يقول له أنا هعلمك مش هقول ما قالوش أنا هقولك تعمل إيه لا لا قالوا أنا هعلمك الطريقة قم أنت تعرف تروح ولدرجة أنه هيوصل بيني أنصحك أو أوجهك عن طريق عينية يعني هبص على الحاجة وأنت عارف إزاي تروحها بقى جاية كده أنصحك بعيني فأنا هبص على الحاجة وأنت فاهم كويس جدا تروحها إزاي لأنه علمتك الطريقة دايما أبشرحها ببساطة لو أنت قلت لواحد أنا عايزة أروح الحتة الفلانية في زحمة القاهرة في الكباري في الطرق فالشخص يقول لك بص اطلع الكبري ده وأول حاوضة يمين بعد كده بعدها حاوضة الشمال أوكي ويمشي على الوصفة ووصل لكن لو جيت قعدت تاني بعدها هنسى لمين الأول ولا الشمال وتأخر بقى نص ساعة لو أنا غلطت في الموضوع أو ساعة حسبي تمام لا هنبقى لي أنا هعرفك هطلع بيك كده فاهمك تعالى فاهمك إحنا وقفين فيل والخريطة إحنا هنا وعشان تروح لحتة دي بين إيديك تاخد الكبري ده وتاخد الطريق ده وتاخد الطريق ده بس ده زحمة وده كذا وده كذا يلا اختار كده أنت فهمت تتعمل إيه مزمور 25 فتحوا معي مزمور 25 سريعا بيتكلم على الحتة دي سر الرب الخائفي من هو الإنسان التنشر من هو الإنسان الخائفي رب يعلمه طريقا يختاره لفظ يختاره ده عائد على الشخص مش الرب الرب بيعرف الطريق للناس يفهمهم الحاجة عشان كده أنت مش محتاج حاجة توقفك عن النرفزة أو حاجة توقفك عن الحاجة دي أنت محتاج تفهم أساسا الحاجة دي ما تنرفزش الحاجة دي ما تستفزش ليه؟ لأنك أنت لم يعود عندك شيء غالي غير الكلمة هي اللي بتحركك وهي اللي بتلعب في مزاجك فبالتالي أي موقف بيحصل أنت عايش فيه سلاسة وهدوء جواك فأنت مش بتتقلب ولا بتتعدل بسبب حاجة مش عشان خبر حلو تفرح عشان خبر وحش تحزن صارت الموضوع هو الكلمة هي اللي بتحرك حياتك هي اللي لها اللي هيبه والتأثير وفهمت أنت مين وعرفت إيه اللي ليك في المسيح فصرت مش الآن من حاجة فصرت من نفسك مش محتاج حد يفرملك مش محتاج تعمل الغلط بتعمل الصحة على طول ده الرب عايزه بل يعلموا الطريق لكن من اللي هيختار الإنسان لفظ يختاره هنا ما تيجي ترجعولها الإنسان هو اللي يختار وليس الله فالرب هيكشف الطريق ويعرفولك يقولك الحياة كذا الحياة كذا فأول ما أنت تسمع مثلا أن السعر الدولار بيرفع فإذا كل حاجة هتغلق لأن عندك تعليم كتابي عن الماديات وعن اقتصادك إن اقتصاد سماوي فمش بتقلق واحد جنبك يسمع الموضوع يبتدي يقلق ليه ما عندهوش حق كتابي ما عرفش الطرق الله ما فهمش أفكار الله أما أنت عشان عندك فأنت ما تدايقتش وما خفتش بالعكس يترفع أنا أعلى من ده كله لأن لدي اقتصاد سماوي شايف الكلمة هالي رمض جواك ثبات ومتانة وقوة فأنت مش بتتقلب ولا بتتعيدل بسبب موقف معين مش تفرح لأن سعر الدولار نزل أو لأ التصار لديك طبعا صال من أجل اقتصاد البلد وهكذا لكي بتكلم أنت تختار طبقة لمعرفة فربا مش عايزني نتحرك عن طريق الفرامل يفرمنني ويدفعني لأ ربا عايزني أكون بفهم بعمل إيه بعملها ليه قوم أعرف أعملها أو معملهاش بيجي الاختيار من جوا مش بيجيني من برة وأنا مش فهم فيه إيه بيحصل ربا منعني ربا قال لي أسرار روح حقوس بيكشفها لك في أوقات بعد ما أنت تاخد أكشن أو موقف معين بصورة معين برقم واحد ادرك ابني نفسك بالكلمة اهتم بيها ثالث حاجة كونسو الأربعة عشر واحد اهتم بالكلمة رقم اثنين أنت محتاج أنك ترس الرب يابني شخصيته جواك من خلال الكلمة اهتم بيها قوم تديلك رقم اثنين أنك أنت بتكون بتجعل شخصيته وتتبني جواك فيه سلسلة عن التعليم اسمها تغير تلك السورة عينها وتكلم عنها الثلاثات اللي فاتت كلها ممكن هتبقى نازلة في السديهات في مؤتمر اللي جاي عدد اثنين كونسو الأربعة عشر رقم ثلاثة هي الألسنة لأن من يتكلم بلسان لا يكلم ناس بلا الله لأنه ليس أحد يفهم اللي يسمع في العربي لكنه بالروح يتكلم بأسرار وأما من يتنبأ فيكلم ناس ببنيان ووعظ بنيان وتشجيع وتعزية من يتكلم بلسان يبني نفسه كلمة نفسه هنا مش جاية معناها السول اللي يروح نفس جسد نفسه أي ذاته أنت ذاتك أنت كائن روحي أنت كائن روحي عشان تبني روحك أنت محتاج تصلي بروح من يتكلم بألسنة بلسان يبني روحه الألسنة ليس للكرازة الألسنة هي لبنيان الروح وأما من يتنبأ فيها بني الكنيسة نفسه بوليس طبعا يكتب يقول في خمسة عدد خمسة إن أريد أن جميعكم تتكرمون بألسنة لكن بالأولى أنت تتنبأوا في الكنيسة عشان تنالي كنيسة بنيان لكن أريد أنا جميعكم تتكنوا بألسنة دية للكل المئة وعشرين من المئة وعشرين في أعمال اتنين يتكلموا بألسنة مش بعض الناس يتكلموا بألسنة ومنهم أم يسوع اقرأ الكتاب وادرس كمل وليه أنا بصلي بألسنة أكثر من جميعكم أشكر إلهي عدد الثمنتاشر أشكر إلهي أني أتكنم بألسنة أكثر من جميعكم أشكر إلهي إذن فهم فايدة الأمر دو أنت بتصلي بروح أنت بتنشط روحك ما تقولش أنا بسرح أول ما تسرح عن صوتك أساسا إلهك في الكلمة هنسمع في بقية المؤتمر عن الحاجات الباقية اللي تخص الموضوع دو عن اللاحج وعن فهمك للكلمة الموضوع لازم تشغل تفكيرك في الكلمة الكلمة ليست علشان تقرأها زي الجرائد وتخلص لأ أنت بتدرس الكلمة معناها أنك بتاخدها وتفكر فيها تتخيلها تشوفها تتسلك بيات لاي نفسك تحمس لاي نفسك عايز تصلي بروح من غير أي سرحان افتحوا معي كرونسو قولة أربعة خلاص بعض النقاط الأخيرة عايز أقولها لكم سريعا كرونسو قولة أربعة عدد السبعة عشر لذلك أرسلت إليكم تموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب الذي يذكركم بطرقي بولس كالليه طريقة طرق الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة إذن بولس كالليه طريقة يقولهم يا جماعة عشان تعمل كذا بقى أعمل كذا طريقة وصفة هتقول لي ده نموس خلاص بولس الذي حرب النموس كان عنده طريقة فيه ناس بتدايق لك يقول لك واحدين ثلاثة بدا نموسي لا بولس كان منظم الدليل أنت بتقول الخاطي واحدين ثلاثة اقبل يا سوع ما نهى اعلن يا سوع رب على حياتك بتقوله على وصفة إذن روح القدس واضح لم نعد نتعامل مع إله غامض الستة عند البير قالت لرب قالت له احنا عارفين إن في نبي هيجي يكشف لنا كل حاجة يقول لنا كل الحقيقة إذن كانوا عارفين مع همش كل الحقيقة رب يسوع هو كاشف الحقيقة بكاملها لم نعد نحتاج نعملها ازاي إن كان الأمر محير لديك النهار دي ما ما عندكش الكلمة بسيطة فإدرس الكلمة في الزاوية دي تلاقي نفسك لم تعود محتار لا يسلك شخص مع يسوع ويحتار رب يسوع نفسه قال من يتبعني لا يمشي في الظلم بل يكون له نور الحياة أي الحياة لا تعود غامضة ولا تساؤلات مالية ذهنك ده مش عيب إن يكون في تساؤلات لكن إدرس الحق الكتابة بتكتشف التساؤلات دي أجيب عليها آه ده كذا عشان كذا وده عشان كذا والحل كذا لأي الدنيا ترسمت وضحت لا غموض لا يوجد ظلمة في الحياة بل نور الحياة صارت الحياة لم تعود غامضة ولا مرعبة ولا مليانة بالاستفسارات هنعرف السماء هنعرف السماء لا استفهم الآن استفهم فيما بعد فيما بعد دي كانت بعدها بخمس دقيق أعرف فكرة ما كانتش في السماء ادرس وشوفها بنفسك ممكن أقل من خمس دقيق حسب طول في الوقت غسل رجليه وكذا اتنشف وقعد يكلمهم بقى رب كشف للناس في أمور ممكن تكون انت رفضها وبترس عمل حاجة غريبة قالوا لا ما تعملش معايا قالوا إن قلت لا ما هيكونش لك مكان معايا في الملكوت ايه ده أنا موضوع مش عايزه يكبر ومش فاهم انه بيعمل ايه في حاجات انت رو لو مقبلتهاش هتلاقي أخرت حياتك روحية سنين افتعه معايا سريعا التمساوز ده التمساوز ده كان تلميز الذي هو ابني الحبيب رسلت يقول لكم تمساوز الذي هو ابني الحبيب بولس لم يربح تمساوز ولي دارس الكلمة عارف دو افتح معايا عمل 16 واحد لكن سمى ابنه لانه عرفه طرقه ثم وصل الى دربة والاسرة اذ تلميز اذا تمساوز كان مؤمن من قبل كده ومربح على قدين حد تاني وكان ممتالي بروح قدس الناس دي كانت من الاول بتمتالي بروح قدس ربما كان بولس صلى الله عشان يمتالي بروح قدس لكن كان تلميز كان بيتعلم الكلمة لانه قال له وضع يدي كان هناك اسمه تمساوز اذا بولس ما ساكتش خدوا معاه وخرجوا معاه في الخدمة ودقوا تلميزه ما هو تلميز لا انا بس ليه طريقة لان البقيين لهم طرق متلوثة بالنموس وهو كان يحارب فكر النموس في الوقت ده وعشان كده وجد حرب وجد حرب وجد امور فيها اضطهادات من اليهود ومن المؤمنين ان المؤمنين نفسهم كانوا متمسكين بالنموس كتير لاحت فينا اخد حيات الله لايوجد شخص اعلى من التاني لايوجد شخص اقل من التاني يبقى ان تستخدمها وتستعملها لو استعملتها واستثمرتها بطريقة صح سترى نتائج في حياتك بالكيل او بنفس المقدار اللي انت تديه من دراسة وفحل بنفس المقدار ستحصل عليه وزيادة نثق انك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع اخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الانترنت كما يمكنك ايضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك او تليفونك المحمول متوفر لدى كل من انظمة اندرويد واي او اس لا تتردد في كتابة اسئلتك اختبارك او تلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع او عبر الايميل نحن معك لمساعدتك ان تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من اجلك الرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة